لم يعد هنالك سبب لبقاء آلاث العائلات العراقية في مناطق سكناها فالجفاف قضى على مظاهر الحياة فيها اختفى الزرع وماتت الحيوانات وقطعت الأرزاق ولم يعد لبلاد الرافدين إلا اسمها وأمام هذه المشاهد المأساوية يردد الكثيرون السؤال الأهم حول مدى جدية حكومات بغداد بوضع حلول حاسمة لمعالجة أزمة الجفاف وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على غرار سعيها لتقاسم الثروات والمناصب ونشر الطائفية وحماية الفاسدين قد يجد السائل إجابة وافية من خلال إلقاء نظرة على مآلات كارثة الجفاف لدى رؤية موجات النزوح المستمرة لسكان الأهوار باتجاه المدن لا سيما بعد اعتراف وزارة البيئة بخسارة العراق 68% من أراضيه الصالحة للزراعة فكانت النتيجة أن فقد سبعة ملايين شخص من سكان الأهوار سبول العيش المعتمدة على الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك والطيور باعتراف السوداني ما يعني زيادة فرص إنشاء عشوائيات على أعتاب المدن التي تعاني أصلا من نقص كبير في الخدمات الأساسية تعرف الأهوار التي تميز بيئة العراق بكونها مسطحات مائية ضخمة تستمد مياهها من نهري دجلة والفرات وتمتد في محافظات جنوبي البلاد وجنوب شرقها ومن أبرزها أهوار الشبايش والحمار والشيب والدجيلة التي تعيش حولها آلاف العائلات وفقدت الأهوار خلال العقد الأخير نحو نصف مساحتها بسبب نقص المياه الحاد وعدم توصل الحكومات المتعاقبة لحلول جذرية بشأن حصص العراق المائية مع دول المنبع وسوء إدارة ملف الموارد المائية من جراء الفساد والإهمال ويحذر خبراء بيئيون من أن يؤدي جفاف الأهوار لتدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية وأقدمها وبالتالي الإخلال بالتوازن البيئي لمساحات شاسعة كانت توفرها الأهوار كما تتزايد على وقع ذلك تحذيرات أممية من وقوع الطرابات اجتماعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار بعد أن صنف العراق خامس أكثر دولة تضررا من التغيرات المناخية العالمية